أفاد تقرير حقوقي أعدى بالتعاون مع الخارجية الأمريكية بأن أقلية روهنغا المسلمة تعرضت لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية على يد قوات بورما ماينمار ويقول تقرير مؤسسة القانون الدولي العام والسياسة إن هناك أساسا منطقيا للقول إن جيش ماينمار اقترف كل تلك الجرائم واستندت المجموعة الحقوقية في تقريرها بشأن أزمة الروهنغا إلى أكثر من ألف مقابلة مع اللاجئين الروهنغيين بمن فروا لبنجلاديش المجاورة وقالت إن مهمتها في مارس آذار وأبريل نيسان الماضيين قدمت تفسيرا دقيقا لأنماط إساءة المعاملة والجرائم الفضيعة بحق الروهنغا